اشتركوا في القناة قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق وسقطت الاسطورة من كان يتخيل ان تكون نهاية صدام حسين كالتي رأيناها يوم امس اسطورة الامن والقوة والبطش والجبروت والشجاعة والقائمة يطول ذكرها سقطت هذه الاسطورة سقطت باسرع مما كان يتوقع ولعل الكثيرين لم يتخيلوا ابدا هذه النهاية الخبر كان مفرحا للكثيرين ولكن الصور كانت مؤلمة فصدام الذي حول العراق الى سجن كبير هو الان في سجن صغير بعد ان مكث في حفرة قصية استبدل قصوره بها لماذا لم يقاوم صدام او ينتحر كما كان متوقعا اين حزامه الناسف الذي تكلم عنه الناس اين حمايته وحاشيته الكبيرة التي اغتنت حين كان الشعب العراقي يعاني من الفقر والجوع والبطش والمقابر الجماعية في لحظات الاعتقال بالذات سأل الكثير من الناس عن مسدسه الشهير ولماذا لم يستعمله باي حال فان دولة الخوف سقطت دون رجعة والسؤال اليوم من يحاكم صدام حسين وكيف اسئلة كثيرة نطرحها اليوم على ضيوف هذه الحلقة والنقاش حول موضوع اعتقال صدام حسين يوم امس مع ايمين بغداد السيد نصير الجدرجي عضو مجلس الحكم الانتقالي والذي كان التقى امس صدام حسين بعد اعتقاله اما في استوديو فارحب بالسيد عباس الجنابي الكاتب والمحلل السياسي العراقي وايضا في استوديو العربية السيد جمال كامل ابن عم الرئيس العراقي المخلوع وهو ايضا اخ حسين كامل زوج ابن صدام حسين الكبرى الذي قتل بعد عودته الى العراق سيد جدرجي ابدأ معك من بغداد طبعا كما ذكرنا كنت قد التقيت صدام حسين يوم امس انت وايضا مع اعضاء مجلس حكم الانتقالي لو تخبرنا عندي الكثير من الاسئلة حول هذا اللقاء ولكن يعني لو تصف لنا اول لأول وهلة عندما رأاكم صدام ما كانت ردة فعله ماذا شعرتم كيف تكلمتم معه اريد اخبر حقيقة واحدة وهو عندما شاهدت صدام في التلفزيون دليلا خانعا مستكينا الى الارادة الامريكية والى قوة الاحتلال رأيته بهذا الشكل فتألمت كثيرا تألمت على ما كان يدعيه اصابني احباط كثير لما كان يدعيه ولما كان يعطي الصورة الى كثير من الاخوة العراقيين والى العرب نعم سباوعت هذه رأيت هذه الصور وقررت صرف النظر عن الذهاب الى مشاهدة صدام لا اريد ان اشاهد شخصا دليلا شخصا منكسرا بهذا الشكل وعليه قررت صرف النظر ولم اذهب لهذه المناظر التي لا احب ان اراها ولا ارتضيها لاي عراقي نعم يعني انت حزين حزين جدا حزين جدا لهذا وحزين على ما كان يدعيه صدام ادعى كثير وانه سوف يقاوم باخر طلقة وهو سوف يربط على بطنه المتفجرات ولا يريد ان يستكين ولا يسلم نفسه الى قوات الاحتلال هذا ادعاء كاذب نعم من هم الزملاء الذين زاروا والتقوا صدام واين التقوه يعني هل كان في زنزانة ام كان يعني ان وضعه مميزا في غرفة عادية نعم كيف يعامل الآن حضام حسين استاذ نصير غرفة عادية وفيها وسائل الراحة وفيها الماء وفيها عدة انواع من العصائر وبفراش لا بأس فيه وقابلوه وكان يعني وضع لا بأس فيه وبنفسية مترددة حائرة نعم استاذ نصير هل يعني تكلموا معه في نفس الغرفة ام كان هناك عازل بين اعضاء مجلس الحكم وصدام حسين لا لا بدون عازل جرى الكلام بدون عازل وبحرية كاملة وتكلموا معه كثيرا وجرى حديث في عدة مواضيع ولدي تفاصيل لا أحب أن أذكرها نعم ولكن يعني كيف كانت ردة فعل صدام عندما التقاهم يعني هل كان هادئا هل يعني أجرى نقاشا معهم أم أنه كان عنيفا يعني حتى أن بعض وسائل الأعلام قالت أنه يعني تهجم على أعضاء مجلس الحكم ووصلت الأمور إلى الشتيمة في بعض الأحيان لقسم منهم وقسم من عدهم كان يعني الكلام معهم هادئا وقسم آخر كان متهجما وهذا لا يعني أحب أذكر شيء مؤلم جدا وبالمناسبة بأنه صدام لم يتجاوب مع العراقيين مطلقا لم يتجاوب عندما طلبوا من عند العراقيين عندما احتل الكويت أن ينسحب من الكويت ورفض أن ينسحب من الكويت إلا بواسطة القوات المحتلة وانهزم من الكويت نعم عندما بدأت بوادر الحرب الأخيرة لم يستجب إلى النداءات العراقية وإلى المعارضة وإلى النداءات العربية والعالمية أن يسلم الحكم وتجري انتخابات وحكوم ولم يقبل أن يسلمها إلى العراقيين وإنما سلم وانهزم إلى قوات الاحتلال والشيء العفو بس أحب أذكر نعم أحب أذكر شيء حتى تنتالي صدام عندما آراد العراقيين أن ينزلوه لم يستجب أن هذا التنتال أن يسخط إلا بواسطة قوات الاحتلال والآن وقع تحت رحمة قوات الاحتلال واعتقل بواسطة قوات الاحتلال وبشكل مهين وقال لهم أنا صدام عندما عثروا عليه وأنا أتعاون معكم كل التعاون فأرجوكم وكان غير الشخصية التي يروها العراقيين دائما في التلفزيون وفي الفضائيات وفي غيرها هذا لا يمثل العراق وهذا شيء محزن بالنسبة للعراقيين نعم أستاذ نصير يعني هل صدام مقيد اليوم في سجنه أو هو يعني يعامل كأسير محترم أم أن هناك قيود في يديه في رجليه ماذا نقل لك أعضاء مجلس حكم أبدا لم يقيد بأي شيء وكان طليق ومحترم ويعامل معاملة حسب ما قيل لي معاملة جدا محترمة هل أعتذر هل قال أنه نادم على ما جرى يعني هل شعرتم أن يعني هذه الهزيمة غيرت صدام غيرت من أطباعه أم أنه يعني ما زال يتمتع بهذه النرجسية التي عرف بها دوما لا صدام لم يغير شيء ويعني لا يمكن أن يغير في نفسيته شيء لأنه عاش وترعرع في هذا الجو المريض نفسيا وعقليا وكل الأجواء لا تساعد أن يتخلى صدام من هذه الأفكار المريضة نعم كم استمر اللقاء أعضاء مجلس حكم أستاذ نصير مع صدام حسين الأمس؟ نعم كم دام اللقاء مع صدام حسين؟ حسب ما قيل لي ممكن نصف ساعة أو أكثر من نصف ساعة بقليل ويعني كيف انتهى هذا اللقاء؟ أريد أن أسأل عن المحاكمة وعن أشياء أخرى ولكن كيف انتهى هذا اللقاء؟ ويعني نعم تفضل انتهى بشكل وانطباع في الأخير كان خائفا وقال لهم ماذا بعد هذا اللقاء؟ يعني كان يعتقد بأنه سوف يذهب بيد العراقيين أو سوف يعذب أو يهان فقالوا له بأنه هذا كل ما في الأمر نريد أن نشاهد نشاهدك وننقل هذا الانطباع إلى العراقيين فقط وليس نحن في موقع موقع التشفي ولا يعني نريد أن إذلالك أو جرح شعورك نعم على كل حال سنعود إليك أستاذ مصير وخصوصا وخصوصا دكتور عدنان الباتشيجي كان رقيقا جدا معه نعم وهو كيف كان مع الدكتور الباتشيجي؟ كذلك كان يتبادل الاحترام مع الدكتور عدنان حسب ما قيل لي وحسب ما ذكر لي دكتور عدنان نعم على كل حال سعود إليك أستاذ مصير للكلام أكثر اليوم عن هذه المرحلة الجديدة عن محاكمة صدام عن الإشاعات التي سمعناها اليوم أنه نقل إلى قطر أو إلى دولة مجاورة كل هذا سنتكلم فيه لاحقا إنما أود أن أرحب أيضا بالسيد عباس الجنابي أستاذ عباس أنت عرفت صدام حسين وهناك أسطورة بنيت حول صدام حسين حول شجاعته الكل اعترف أن صدام كان قامعا ومستبدا ولكن الكل أيضا كان يعترف بشجاعة صدام حسين ماذا حصل؟ هذه صورة صدام التي رأيناها هي الصورة الحقيقية خصوصا أنك عرفته عن كثب وعرفت يعني كيف يتعامل هذا الرجل مع الظروف الصعبة الحقيقة يعني الذي حصل بالنسبة لي كشيء كشكل يشبه الصدمة لأنني لن أنا أعتقد أنني لم أكن أرى صدام حسين يعني لم تتخيل هذه لم أتخيل على التلاقب الرغم من أنني واثق ومتأكد من أنه كان صدام حسين لأن أنا من الذين يؤكدون على الدوام بأن صدام حسين لم يكن له شبيه على الإطلاق هذا هو صدام هذا هو صدام بدون شكل ولكن الموقف الذي هو به يثير العديد من التساولات ويجعلنا نتحدث عن فرضيات نعم أولا هذا صدام حسين وأنه هذا الشخص المعروف برهبته وبخوف الآخرين منه وبسلطته وبجبرته هل يمكن أن يصدق أحد أن يستسلم بهذه الطريقة إذن ينبغي أن على الأقل نجد ليس على أساس نظرية المؤامرة وأنما نجد المبرر الموضوعي طيب ماذا تقترح يعني ما السيناريو المحتمل وهل تتكلم عن معلومات أم عن فرضيات أنت بنيتها بنفسك الحقيقة معلومات إضافة إلى فرضيات معلومات بسيطة وقد تكون أصلها يعني غير دقيق ولكنها معلومات ينبغي أن أتحدث عنها ما هي؟ أولا يقال وهذا الآن شائع على الأقل في مناطق تكريت وسامراء والمناطق التي تم اعتقاله بها يقال أن المنطقتين التي حصرتها محددتين ويقال أنها ضربت بمادة غازية مخدرة قبل أن يتأكدوا إن كان موجودا فيها أو لا نعم ولذلك يعني يظهر صدام في التلفزيون بأنه مشدوء ضائع بعض الشيء مشدوء بالضبط الكلمة تنطبق ساهم لا يعرف يعني لا تعرف ردود فعلا هذا افتراض أول؟ هذا افتراض بفعل قناب الغاز أو قناب المخدرة يعني ينبغي في هذه الحال قد يكون صحة في مكان آخر وهو لذلك حسب رأيك كان مذهولا ووضائع سأأتي إليك يأخذوه نائما مخدرا هذا يؤكد كلام الأستاذ الشادرشي لأنه عندما وعى بدأ يتحدث بموضوعية أنه يتحدث مع الشادرشي لأنه يعرف أن الشادرشي سياسي والأفو مع الفاتشتي وكان الآخرين لا يعرفهم يجهلهم بالنسبة لهم ومجلولين عدد الدكتور أحمد الشلبي أكيد يعرفه ولاحظ أنه كان يتحدث بشكل آخر ليس على الصورة التي ظهرت في التلفزيون في اليوم الأول الافتراض الثاني قيل وهذا شيعت له مجلة التايم أنه زوجته الثانية سمير الشعبندر كان يتصل بها طبعا هذا مرفوض لعدة أسباب أولا لأن الحكومة اللبنانية نفت أن تكون زوجة صدام الثانية في بيروت النقطة الثانية أنه طلقها عام 1999 وثالثا هي أم ابنه الذي يريد أن يحافظ عليه البقاء إذن لا يمكن لصدام أن يتصل ويعرف وليس موضوعا الاحتمال الثالث أنه صدام خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية الحقيقي كان مطاردا هاي حقيقة لا ينبغي أن نؤكدها كان مطاردا والأمريكان يسمعوني وبعض السادة أعضاء مجلس الحكم يعرفون أنه كان مطاردا أو على الأقل كان مكانه محصورا وبالتحديد في المناطق القريبة من جبل مكحول ومنطقة الفتحة في بيجي فعملية المطاردة انحدرت بصدام إلى منطقة شرق الجنوب الشرقي لمنطقة سكريت واختباه ومعروف أن صدام يحضر المخابق يعني قبل أيام لأنه مسؤول عن أمن الشخصي النظرية الأخرى أو خلي نقول الفرضية الأخرى الرابعة هي فرضية أن تكون العملية عمل أحد الوشاة المقربين إلى صدام وهذا مرجح كثيرا حتى يتعرف على هذا القبو أو هذا الوكر الصغير وبهذا المكان ممكن بالمناسبة هذا القبو الصغير لم يكن كما ظهر بالتلفزيون كان مغطى كان مغطى ولما كان مغطى إذن لا يمكن لأحد من الصعوبة أن يأتي إلى القبو رأسا ويكتشف أو أحد الذين كانوا معه أو أحد الذين كانوا معه النظرية الخامسة أيضا إشاعات تقول أنه تزوج من إيمان الملحويش وأن هذه قد اتصلت بآخرين من أجل الحصول على المكافئة وأنا أيضا أستبعد هذا فالنظرية الأكثر الفرضية الأكثر احتمالية ولكنك لم تضع ولا أي إمكانية إلى أن يكون عطق الصدام كما سمعنا في المؤتمر الصحافي أمس أنه لم يقاوم وسلم نفسه بدون أي مقاومة بدون أي إطلاق ولا رصاصة واحدة أنت لم تضع هذا الافتراض وكأنك تقول أنه من المستحيل لصدام حسين أن يسلم نفسه إذا كان هذا الأمر كذلك فإذن تدفعني إلى الشك بأن الشخص مصدام أسين ولما كنت لا أشك بأن الذي ظهر على شاشة التلتزيون هو صدام أسين فهذا يعني ينبغي أن يكون هناك سبب محقول يعني هي موعب أن نكشف الآن الأسباب والولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس الأقوم يجب أن توضح حقيقة هذا أو أنا متأكد ربما ستوضح في وقت لاحق لأنه ليس من مصلحة ليس من مصلحة حتى أعداء صدام أسين أن يظهروا بهذه الصورة وإلا إذا كان قد ظهر في هذه الصورة وهذا هو صدام أسين فهل من المعقول هل تصدق أن يكون شخص كهذا هو مسؤول عن مقابر جماعية؟ هل تصدق بهذا الضعف وبهذا الإلال وبهذه الصورة الحزينة طيب أستاذ عباس قبل أن أنتقل إلى الأخ جمال كامل وهو ابن عم الرئيس المعتقل الآن أخ جمال أعود إليك أهلا وسهلا بك طبعا شاهدت الصور التي شاهدها ملايين البشر أمس وطبعا أنت أخ حسين كامل الذي قتل في مغداد والذي اتهم الرئيس العراقي مباشرة بقتله حقيقة نعم أنتم كعائلة تأذيتم كثيرا صدام ولكن هل أنتم فرحين في اعتقال صدام وفي الطريقة التي رأيتموها به أمس والله حقيقة من طبعنا ما نشمت بأحد حتى لو كان عدونا بس هذا اللي صار احنا كنا متوقعين ولكن متوقعين أنه يقتل ما راح يسلم شيء لأنه ما عرف عنه من جبروت وصلابة ومن هو طفل نعم كنا نتوقع أنه راح يقاوم ويقاتل وأعتقد أنه جوءا يعني غفلة أو أتوقع أضيف إلى الأستاذ عباس ما أضاف النقاط أعتقد هو تعب من هذه المطاردة من خلال سبعة أشهر والمكان البيه كان ضيق جدا وتعبان وهو الآن أكثر من تقريبا عمره فوق الستين فأعتقد هو أراد هو يسلم نفسه هذا اللي أتوقع وأني أكثر من يعني هو كان البلاء هو اللي اتفق أحد المقربين أو الحراس الشخصيين اللي انضاع خبر قال له بلغ عني وأعتقد تنكشف بعد فترة حقائق كثيرة بهذا الموضوع هذا أنا احتحليني طبعا يعني أستاذ جمال أنت تعتقد أنه من الممكن أن يكون صلى الله عليه وسلم فعلا تعب من هذه المطاردة والله أتوقع هو نعم هو اللي يبادر بتسليم نفسه ينتعب أما موضوع الانتحار فما أعتقد هو ينتحر لأنه المسلم أي مسلم طبعا هو مسلم يرفض موضوع الانتحار مهما كان لأنه يعرف أنه وراء موته الله سبحانه وتعالى يحاسبه على الانتحار أما قتال يقاتل الإنسان إذا الضايق يقاتل أما الانتحار عني ما كان أبدا يخطر في بالي أو يرد عني يعني أنه ينتحر أبدا هذا الموضوع ما أستاذ جمال هل يعني كنت تفضل أنت والعائلة طبعا أن يسلم صدام بهذه الطريقة أو أن يعتقل بهذه الطريقة أو كنتم تفضلون أن يقتل لا والله أنا كنت عندي أفرح كثيرا لو كان مقتولا أما بهذه الطريقة ما إحنا طبعا تألمنا لهذا المنظر ليس أنه كأقرباء لأنه هو واحد من العراقيين وكان أيضا رئيس فإن تألم أما إحنا نعم لو نحاسبه أحنا والعراقيين محاسبة ومحاكمة أفضل ما هي شي طريقة من قوات الأمريكية أعتقلته بهذه الطريقة طبعا هذا المنظر أستاذ جمال هل تكلمت مع العائلة يعني بعد هذا الاعتقال ما هي ردة فعل عائلتكم عائلة المجيد بعد كل ما حصل اليوم والله حقيقة ما عندي يعني ما ألتقيت بأحد أقربانه بس هو هذه النهاية متوقعة له طبعا لأنه هو خاطر كثير وأخطأ كثير والإنسان اللي يخطأ كثير طبعا يتوقع أنه هذه النتيجة تحصل لأنه كنا نتوقع أنه أنه يتم القاعدة القبضة عليه أو يقتل فكان التوقع الكثير أنه ينقاتل ينقاتل دفاعا عن نفسه ويصير مصادمه ويموت مثل ما حدث على أولاده قصيه في الموصل بس موضوعا أنه أرجح هذا أنه أسلم نفسه هذا أنا لإعتقاد الأكثر شيء نعم سنستمع إلى بعض ردود الفعل للمواطنين العراقيين من بعدها فاصل ونعود لهذا النقاش والحرمة من جانت تنتخي تنتخي بشوارب صدام ذول يحكمونه والله ما ريزان صدام والله ما ريزان صدام والله ما ريزان صدام من روح بالجنب نبديك يا صدام طبعا نلقى القبض على المجرم صدام هو يأتي بالعيد للعراقيين وهذا الشيء يعني كنا نتمنى من السنين الصدام أحسن مو من نسمع تقليل مو الساعة تقليل قديمة صدام أحسن من تقليل نحن نري صدام نريد الأمريكان نريد لن يرحل الاحتلال من عدنا ونتعمل من العراقيين أن يكونون أكثر صبور يعني ويتحملون هاي المرحلة الجاية لأن القادم إن شاء الله يكون رأسا بما يرغبه ويرضاه الشعب العراقي أن يحاكم محكمة عراقية عادلة وأن يعدم في ساحة التحرير ونعود لمتابعة هذه الحلقة بعد أن شاهدنا بعض العراقيين في الشارع أستاذ نصير الجدرجي من بغداد عضو مجلس حكم الانتقالي أعود إليك أستاذ نصير سمعنا الكثير من الأقويل حول أن صدام كان مخدرا وسمعنا فرضيات مبنية على معلومات كما قال الأستاذ عباس الجنابي هل يعني فعلا صدام الذي بنى من حوله أسطورة الشجاعة والعنفوان هل يعني من المعقول أن يسلم نفسه بهذه الطريقة المذلة والمهينة نعم من المعقول جدا لأنه إذا يتبع شخص صدام وتاريخه وانهزاماته في الكويت وفي إيران وحرب الأخيرة في العراق وطريقة انسحابه وكان حتى في الأخير بالنسبة إلى أولاده وقال ماتوا شهداء وقاوموا كثيرا وطلبوا من العراقيين أن يقاوموا هذه أسطورة عن صدام وما تفضل به سيد عباس الجنابي أدخلنا في متاهات كثيرة واحتمالات احتمال الأول واحتمال الثاني والثالث والرابع هذه احتمالات لم يخدر صدام وإنما كان وقال لهم أنا أتعاون معهم ورأيناهم في التلفزيون كثير من الأقاويل والآن يقولون صدام لم يلقى القبض عليه وصدام كذا وصدام كذا هذه أقاويل من بعض الناس الذين يريدون أن يعطوا حالة لهذه الأسطورة ولو نتتبعنا التاريخ أكثر من صدام كثير من الدكتاتوريين في العالم استسلموا بشكل مهم من موسليني وغير موسليني وهذا أحدهم وهو من صغارهم صغار الدكتاتوريين في العراق كان قاسيا كان حتى المحاسبة إلى أصدقاء قتل جماعته كانت بدون شرف وبدون تقاليد حتى تقاليد المافيات لا يملكها وأكو شيء آخر ما تفضل به أحد السادة السادة وقال بأنه لا يقبل أن يقتل نفسه ويدحر لأنه مسلم فإذا كان مسلما حقيقياً فكان يجب أن يقاوم حتى يقتل وهو يقتل وبيديه السلاح وهذا لم يفعله صدام أستاذ نصير دعنا ننتقل الآن إلى موضوع محاكمة صدام خصوصاً أن سمعنا اليوم السيد عبد العزيز الحكيم يقول أنه يتوقع أن تكون عقوبة صدام هي الإعدان يعني بدأنا بالتكهنات وهذا ما يجعل الأمر يبدو وكأنه لن تكون هناك محاكمة عادلة لصدام حسين كما سبق وأعلن أعضاء مجلس الحكم يعني التنبؤ بمصير صدام وبإعدامه ليس في مصلحة أعضاء مجلس الحكم وليس في مصلحة القضاء في العراق اليوم ما قولك يعني من سيحاكم صدام كيف سيحاكم في العراق خارج العراق في محكمة لهاي من سيعين القضاء الذين سيحاكمون صدام المحكمة حسب ما أعتقد سوف تكون عادلة وعادلة جداً والمحكمة سوف تكون في العراق وقد شرع هذا القانون قبل عدة أيام وفيها من الضمانات الكثيرة ضمانات الدفاع يستطيع المتهم أن يوكل محامياً وإذا لم يستطع أن يوكل محامياً فالمحكمة مجبرة وملزمة بموجب القانون أن تعين له محامياً نعم ويستطيع المتهم أن يوكل محامياً غير عراقي لمساعدة الزملاء العراقيين من المحامين يستطيع أن يجلب الشهود الذين يريدهم يستطيع أن يدافع عن نفسه يستطيع أن لا يتكلم القانون أكفل له الصمت ولا يجاوب عن أي سؤال من الأسئلة التي هل ستكون المحكمة علنية أستاذ مصير بالتأكيد سوف تكون علنية وهذا بصلب قانون المحكمة المحكمة سوف تكون علنية إلا إذا طلب المتهم أو رأت المحكمة للضرورة القصوى أن تكون سرية أما ما تفضل به السيد الحكيم فهذا اعتقاد لأنه صدام ارتكب من الأعمال الكثيرة ويعتقد أنه سوف ينال جزاء العادل وأقصى العقوبة ماذا عنك أستاذ مصير أنا كمحامي العفو أنا كمحامي ورجل قانون لا أستطيع أن أقول صدام سوف يحكم بعقوبة الإعدام هذا قرار سوف تقرره المحكمة ولا سلطة لغير المحكمة ولا أي تأثير سوف يكون على المحكمة هل تتمنى أن يعدم صدام حسين أستاذ مصير يعني بغض النظر عن كونك محام وقانوني ولكن أنت كسياسي يومك عضو مجلس حكم هل يعني ترغب في أن يعدم صدام كما يطالب كما شمعنا بعض المواطنين يريدون أن يعدم علنيا أيضا وأمام العالم في ساحة من ساحات بغداد هل يعني تتمنى ذلك؟ أستاذ الله هذا سؤال محرج بس سأجاوبك عليه أني لا أوافق على إعدام أي شخص هذا شيء شخصي وخصوصا لأسباب سياسية أتمنى أن يكون صدام أن يبقى على قيد الحياة وإلى أن تنتهي حياته إلى آخر يوم وهو في السجن ويرى ماذا سوف يكون العراق عراقا دموقراطيا عراقا متحررا عراقا تعدديا فدراليا لا يعتدي على أحد والجميع ينعمون بالحرية وشمس الحرية التي سوف تكون في العراق أتمنى أن يكون صدام شاهدا على العراق الحر في كل جوانبه يجب أن تدخل لصدام حسين تليفزيون أستاذ نصير حتى يكون في ساعاته مشاهدة ما يحصل الآن نعم هل عنده جهاز تليفزيون في الغرفة التي كان فيها أو هو لا يتابع الأخبار الآن والله أنا ما أعرف بس ممكن هذه وأنا من إذاعتكم الكريمة من فضائيتكم أنادي أن يعطى صدام الحرية الكاملة في مشاهدة الفضائيات كل الفضائيات سواء عراقية وغير عراقية وكل الإذاعات كذلك أن يشمعها ويرى ويرى ماذا يقولون عنه سواء مدحا أو قدحا سأعود إليك أستاذ نصير سيد عباس أدخلتنا كما قال الأستاذ نصير جدرجي في متاهات وأحتمالات صدام سلم نفسه ويعني كان إيجابيا وتعاون مع قوات التحالف في العراق ولم يحصل أي شيء من الافتراضات التي ذكرتها بشكل سريع لأنني أريد أن أنتقل إلى المحاكمة وكيف تتوقع أن يكون شكل هذه المحاكمة أنا أعتقد أنه لا ضير في أن يقدم الإنسان بعض الفرضيات أي لا تزج أحد إذا كان هناك ما هو غير هذه الفرضيات بمعلومات دقيقة رسمية موثقة فأنا أعتقد يجب أن تكشف للناس أما هذه الفرضيات فهي فرضيات معقولة وليس هناك أي عيد إذا كان الأمريكان قد استخدموا أشياء مقدرة لأنهم يطاردون رجلاً مطلوباً ما هو الضير في ذلك وأحب أهني الأستاذ تشادرشي على موضوعيته وعلى تقيماته التي تؤكد أن العراق سيكون عراقاً مزدهراً إذا كان فيه مثل هذه العقليات المتنورة التي تتعامل بموضوعية مع الحدث والتي لا تتشنج وبتسامح أيضاً والتي تسمع هذه الثقافة فقط هي التي تستطيع أن تبني عراقاً جديداً أما ثقافة الكوبوي وثقافة الإعدامات وثقافة السحل في الشوارع فهذه لا تستطيع أن تقدم أي نتاج جيد بالنسبة للشعب الأراضي نعم، سأعود إليك أستاذ عباس لنتكلم بعض الشيء عن المقاومة وعن المحاكمة محاكمة صدام وما هو مصير المقاومة أو العمليات العسكرية إنما سأتوقف وقبل أن أنتقل إلى الأخ جمال كامل أيضاً ونعود لمتابعة الجزء الأخير من العراق لهذه الليلة أستاذ جمال كامل أعود إليك الأستاذ نصير الجدرجي لا يتمنى أن يعدم صدام وهذا رأي غير قانوني، هذا رأي شخصي أنت كأحد أفراد هذه العائلة أولاً هل تتمنى أن يعدم صدام كما يطالب البعض وثانياً ما هو مستقبل عائلتكم أنتم اليوم في حالة لا تحسدون عليها في العراق وخصوصاً عائلة صدام يعني قطل اثنان من أولاده بناته اثنين في عمان واثنتين وزوجته غير معروفة المصير أي أن هذه العائلة تشرذمت كثيراً ما هو مستقبل عائلة مجيد في العراق اليوم؟ إحنا حقيقة ما أمر تغطي بصدام حسين إحنا تاريخنا وأجدارنا وتاريخ كله يعني جيد أما ما نفترط بصدام حسين أن صدام حسين أكثر العراقيين والعالم يعرفون أنه من العوائل الكثيرة التي تضررت سياسة صدام حسين في يوم واحد انقتل والدي وأخوتي ثلاثة واثنين من خواتي وخمسة من أبناء خواتي عم تحكي عن العملية التي قتلت نعم نعم وبعدها في أربع سنوات أيضاً قتلت والدي ذبحاً في السكين ولم نعرف من القاتل طبعاً وكانت هي يومياً تدعي على صدام حسين وتكلم عليه بكلام عند الناس اللي يجيزوروها وجيرانها وكان طبعاً موضع شكل النظام السابق أنه هو اللي قتلها فإحنا بالنسبة لعائلتنا وعشيرتنا فما ترتبط برجل واحد هل بتمنون إعدام صدام حسين؟ والله إحنا نطلب أنه يحاكم على ما اقترفوا ومن أخطاء وجرائم ويقدم محكمة عادلة وموجودين حكام إن شاء الله عادلين وأما العراق نتمنى أن العراق يكون إن شاء الله بلد خير وآمن وإن شاء الله بعض القيادات السياسية الآن الموجودة بالعراق من مجلس الحكومة تلكون عقلية جيدة أستاذ جمال هل يعني عندكم نية في الإدعاء على صدام حسين نعم نية أن نقيم عليه دعوة ما ضررنا به وما أنه لم ينجي من عائلتي طبعا من أخوتي وهذه فقط أنا ظلت والحمد لله هذا الله سبحانه وتعالى نجينا من شره ومن عمله نعم عندنا نية أنه نقيم دعوة عنه عن اللي ارتكبوا يعني اللي كانوا منفذين عمليا نعم أستاذ عباس هذه العائلة كما كنت أقول للأخ جمال كامل تشرذمت كثيرا صدام خسر كل شيء في لحظة في لحظة غضب من هذا الزمن هل تعتقد أن في استطاعة صدام أن يقضي باقي أيامه في السجن أو هو يعني شخص غير قادر على تحمل هذا النوع من الهزائم وهذا النوع من المآسي في لحظة واحدة طبعا الحكم على هذه المسألة يعني بالقياس التاريخي نلاحظ أن صدام تحمل كثيرا في بداية حياته هو يستطيع أن يتحمل يعني لأنه تحمل كثيرا ومشترك في عملية اغتيال عبد الكريم قاسم وأرب وذهب إلى سوريا وعبر عن طريق الصحراء وعاش في الغربة وعاد وسجن وإلى آخره هذا من الناحية التاريخية من الناحية النفسية أنا لا أستطيع أن أحكم من الناحية النفسية الآن هو في انهيار نفسي أكيد أنه ردود فعله لا يمكن قياسه ولا يمكن حسابه فيمكن تغضب في وجهنا الدنيا أرجو أن يفهم كلامي فهم صحيح لا أدافع عن أحد ولا أتهم أحد ولا أريد الرأف بأحد ولا إلى آخره أنا أقول ما يملي علي ضميري أنه إنسان يطارد لفترة طويلة لمدة ثمانية أشهر وبالتالي يسقط يعني أنا أفكر لو كنت مكانا لكنت امتحر طيب ماذا عن محاكمة صدام؟ والله كلام يعني هي المشكلة الآن أو ليست المشكلة إنما يعني هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول موضوع المحاكمة كيف تظن أو كيف تعتقد أنه ستجري هذه المحاكمة في العراق خارج العراق في محكمة دولية يعني هناك الكثير من علامات الاستفهام أيضا يعني أنت تضطرني أن ألجأ إلى الإفترابات يعني لأن الموضوع كبير يعني هل ستكون محاكمة علنية وإذا كانت علنية هل يستطيع أصدقاء صدام القدماء أن يتحملوا ما سيقوله بما فيهم الأمريكان إذا كانت علنية وإذا لم تكن علنية طبعا كل حقائق ستحجب على الناس وحقائق سوف تكشف وهو يستحق يعني كما يقال يمكن الإعدام مئة مرة لكن مسألة المحاكمة بحد ذاته هو مبدأ عادل جدا وأنا واثق أن محاكمة صدام عسيان ستكون عادلة التناقض أين التناقض في تصريحات رامسفيلد الذي قال أنه أسير حرب وأنت تعلم أن أسير الحرب لا يجوز محاكمته حسب القانون الدولي فإذا اعتبروه أسير حرب ماذا تتوقع؟ هل تتوقع أن هذه مقدمة لعدم محاكمة صدام؟ قد يكون هذا ممكن لكن تأكيدات مجلس الحكم تدل أنه سيحاكم تصريحات بوش اليوم يدل على أنه سوف يحاكم الاتجاه العام في الشارع العراقي وتعرف أن تم مجلس الحكم ينبغي أن يستوعب ردود فعل الشارع العراقي تقول سوف يحاكم الأخ جمال الآن تحدث أنه سيرفع قضية ويريد محاكمته لأنه من المتضررين والآلات من العراقيين بل الملايين من العراقيين المتضررين سيقومون بتقديم دعاوة إذن الاتجاه بمحاكمته محاكمة في العراق ينبغي أن تكون المحاكمة داخل العراق لا تذهب إلى مكان آخر تحت أي مزاعم لأنه اعتدى على الكويت واعتدى على الإيران وقام بعمليات ودعم عمليات إرهابية محاكمة ممكن أن تحصل في العراق أستاذ نصير اليوم قال وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد أن صدام هو أسير حرب وعادة أسير الحرب لا يحاكم فهل نفهم من هذا أنها مقدمة لعدم محاكمة صدام حسين إذا اعتبر صدام حسين أسير حرب فتستطيع أمريكا أن تحاكم لأنه ارتكب عمال ضدها نعم لكن صدام ارتكب مئات وعلاف من القضايا التي تخص العراقيين نعم وقبل الاحتلال وقبل سنين طويلة جدا من قضية الاحتلال العراق وعندما كان صدام صديق الأمريكان وصديق الإنجليز وصديق الفرنسيين ارتكب هذه الأعمال عندما قام بإعدام العراقيين بحلبشة وغير حلبشة وكان كثير من الدول تصفق له هذه جرائم تخص العراقيين يجب أن يحاكم محاكمة عراقية وبمحكمة عراقية ولا يقبل العراقيين أن يحاكم صدام عن هذه الجرائم بمحكمة دولية أو محكمة جرائم حر طيب أستاذ مصير صدام هذه العفو هذه المحكمة وهذه المطالبة تجسم السيادة العراقية تجسم الإرادة العراقية فيجب احترامها من قبل الشعب العراقي من قبل السلطات من قبل سلطات الاحتلال وسوف نناضل وندافع عنها كثيراً أن تكون هذه المحكمة محكمة عراقية في الأرض العراقية المقدسة نعم ونطالب أن ينتقل صدام إلى حلبشة ليحاكم في حلبشة وفي الناصرية وفي الديوانية وفي بغداد يحاكم في الأرض التي ارتكب فيها جرائمه أستاذ ناصير سؤال الأخير ولكن باختصار شديد اعتقال صدام شكل طوي صفحة طي صفحة كبيرة وفيها الكثير من المآسي للعراقيين كيف ستفتحون صفحة جديدة في العراق ولمستقبل العراق اليوم بشكل سريع لو سمع الآن صدام ألقي القبض وانتهى فصل كبير من مآسي الشعب العراقي فأنا أطلب الآن التسامح مع جميع الفئات مع جميع العراقيين سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بما في ذلك حزب البعث أيضاً بما في ذلك البعثيين نحن لا أعداء البعثيين لكننا ضد أعداء نحن أعداء فكر البعث نعم نشتث فكرة البعث وليس البعثيين أنا مضطر لمقاطعتك أستاذ ناصير لقد دهمنا الوقت شكراً لك وشكراً لمشاركتك في هذه الحلقة أخ جمال بثلاثين ثانية فقط ماذا لديك لتقول لعائلة المجيد وخاصة أحفاد صدام حسين أي أبناء وهم أقرباءك نعم والله نقول لهم أنه يبعدون على السياسة ويبعدون أن السياسة هذه ما أجلبت عليهم غير المصائب ويمسكون طريق الله سبحانه وتعالى ويحمدون الله ويشكروا وعلى اللي نوصيحهم به أخ جمال كامل شكراً لك وشكراً بتلبيتك هذه الدعوة أستاذ عباس باختم معك بدقيقة واحدة هل ترى فعلاً أن أعمال مقاومة ستخف كما تدريجياً كما يعتقد الجميع بثلاثين ثانية لو أردت؟ لا أعتقد ذلك لأن اليوم أكثر من عملية وفي مناطق مختلفة وفي اتجاهات مختلفة ولأهداف مختلفة نعم أنا أعتقد أن مقاومة التي كانت يقودها صدام وكانت هناك مقادم مقاومة يقودها صدام ستختفي أو ربما ستتأثر كثيراً خاصة المقاومة ذات الأهداف الاقتصادية ستبقى لا هذه ستنتهي ولكن هناك مقاومة ستبقى لأن ما دامت أمريكا موجودة في العراق طبعاً ستجد أيضاً أن ناس في مجلس الحكوم يدعون إلى مقاومة الاحتلال وهذا من حقهم ربما بطريقة سلمية أستاذ عباس الجنابي شكراً لك السيد جمال كامل أيضاً شكراً لك وشكراً لأستاذ نصير جدرجي